بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم مفاهيم مفاهيم يجب أن توضح أن تصخح ولكننا أمام مفاهيم تعامل السلف الصالح مع التراث بين الاحترام والتقديس لكل أمة تراث تعتز به وتحافظ عليه وتراث أمتنا كبير وعظيم وعظيم جدا ويتم إحياءه عبر القرون ويتنوع الاهتمام بين الاحترام وبين التقديس وقد تعامل السلف الصالح مع هذا التراث من هنا نصلط الضوء على مفهوم الصحيح لهذا التراث في هذا المفهوم لنا أسئلة ما معنى كلمة التراث لدى علماء المسلمين كيف كان السلف الصالح يتعامل يتعامل مع التراث وكيف نتعامل اليوم مع هذا الكم الكبير من التراث من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان لليوم الدين ثم أما بعد في الحقيقة لو تأملنا تاريخ الرسالات أو تاريخ النبوات لم نجد أبدا أن أمة من الأمم اهتمت بجمع تراثها أو تراث أنبيائها على هذا النحو الذي تفوقت بل تفردت به الأمة الإسلامية كلمة التراث تعني كل موروث علمي هذا بالنسبة لتعريف التراث عند علماء المسلمين وهو محصور في هذه الفنون أو هذه العلوم الشرعية التي لها صلة بالأصلين العظيمين الكتاب والسنة طبعا حديثنا عندما نتكلم عن التراث فإننا لا ندخل في هذا التعريف الكتاب والسنة فإنهما أصلا إنهما أصلا الكتاب كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحميد وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي تمثل الوحي الثاني إنما كلامنا أو حديثنا عما هو متفرع عنهما أو عما هو متصل بهما فعندنا مثلا ما يعرف بعلوم القرآن علوم القرآن دي بتخدم إيه؟ بتخدم القرآن هناك علوم السنة بتخدم إيه؟ بتخدم الحديث أو السنة بصفة عامة فكل هذه العلوم والتي كان تدوينها بعد العهد الأول أي بعد عصره صلى الله عليه وسلم هذه تمثل موروث الأمة وتمثل هذا التراث العريق الذي وضعه علماء نبهاء قيضهم الله سبحانه وتعالى لحفظ دينه لأنه وعد وذلك لأن هذه الرسالة هي رسالة أو الخطاب فيها خطاب للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فعالمية الإسلام أو بما أن الله سبحانه وتعالى قد ختم الرسالات بهذه الرسالة كما ختم النبوات بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم فلذلك الحاجة متعينة في حفظ هذا الدين عبر هذا التاريخ الطويل إلى أن تقوم الساعة وحفظ هذا الدين كان من أسبابه ما تركه لنا الأوائل ما تركه لنا زوامل الإسلام الأئمة الكبار الذين وضعوا هذه العلوم والذين صنفوا هذه العلوم والذين ألفوا حول هذه العلوم فلا شك أن هذا التراث الإسلام العريق له مكانته لدى المسلمين فهو يعد موردا غضا لكل من أراد أن يخدم هذا الدين بوضع كتاب أو بتأليف كتاب حول مسألة من المسائل أو حول باب من أبواب العلم فلا بد أن يستقي الكاتب اليوم من هذه المصادر ومن هذه الموارد لكن شريطة أن يوثق هذا التراث عندما يكتب أو ينقل فلا بد من توثيق النقل لا بد من توثيق النقل ولا بد من تحرير النظر في هذا الموروث وهذا لعل كما أشرت إليه من أن عنايتنا بالتراث ما ينبغي أن تصل إلى يعني درجة التقديس أنا أقول لا تقديس إلا للمقدس والمقدس هو الكتاب والسنة ولكن مع ذلك أقول هذه العلوم تحترم أم لا تحترم كل ما يخدم الكتاب وكل ما يخدم السنة هل هو محترم أم غير محترم محترم وينبغي أن نفرق بين التعظيم والاحترام وبين التكريم أو بين العناية وبين هذا المفهوم الذي اختلط على الناس يعني كثير من الناس مسألة التقديس دي عندهم يعني تحدث لهم نوع من الحساسية تحدث نوعا من الحساسية حتى لما تيجي مثلا تعظم جناب النبوي يقول لك لا انتهى تقدسه شيء من هذا القبيل إنما يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى وصف الأرض فلسطين بأنها أرض مقدسة ادخلوا الأرض المقدسة فلا شك بل وفي الحديث لا قدس الله أمة لا يؤخذ الحق من الظالم للمظلوم متعتعا لا قدس الله أمة إذن بمفهوم المخالفة من الممكن أن يعمل الإنسان عملا يكون به مخلدا مخلدا الذكر لكن بمعنى بمعنى التقديس إحنا بنفهم التقديس للنوع بعده يعني من قدس شيء ابن عبده أبدا التقديس بمعنى إيه أن نحفظ لهذا الشيء قدسيته أن نحفظ له مكانته أن نحفظ له احترامه فحفظ المكانة أو صيانة صيانة هذه العلوم وصيانة هذا التراث العظيم الذي أثر المكتبة الإسلامية عبر هذا التاريخ طويل ما ينبغي أن نهمله وما ينبغي أن نحتقر شأن الذين تركوه لنا إنما ينبغي أن نعظم الشأن فيما تركوه وينبغي أن نصون هذا التراث وأن نحفظه من أي تغيير أو تبديل أو تحريف وينبغي أن نوثقه وينبغي أن نصونه لأنه كما قلت منذ قليل لأنه المورد المورد الغض المورد الغض الذي يغترف منه العلماء الذي يرتشف منه الباحثون المفكرون المؤلفون من علماء المسلمين عبره كما قلت عبر هذا التاريخ الطويل فإذا نحن نحن نصون هذا التراث نحفظه نوثقه نكرمه نحترمه ولكن ينبغي أن نجنب الحديث عن التقديس عن هذا الكلام لا محل لموضوع التقديس في جانب التراث نحن نصونه هذه العلوم ولا يقال إن صيانة هذه العلوم نعمل التقديس لا أبدا بل ينبغي أن نحفظ وينبغي أن نبلغ وينبغي أن نؤدي من خلال صيانتنا لهذا التراث العظيم ينبغي أن نؤدي وأن نبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم مفاهيم يجب أن توضح مفاهيم يجب أن تصحح ولكنها مفاهيم السلف الصالح كانوا يتعاملون مع التراث بقيمته لأن التراث كما نعلم قد يشمل القرآن والسنة إنجاز التعبير ويشمل ما تركه المسلمون الأوائل القرآن والسنة تعامل المسلمون معهم بالاحترام والتقديس أما ما بعد القرآن والسنة تعاملوا معه بالاحترام بمعنى أنهم بنوا عليه أنهم لم يهدروا لأن الأمة المسلمة متراكمة عندها المعرفة متراكبة لا يهدم أولها آخرها ولا آخرها أولها أبدا لذلك التعامل أولا مع القرآن والسنة من خلال التلقي اعتبار الأسانيد التدوين وفي القرآن بالقراءات المعتبرة ودونوها وتلقوها جيلا عن جيل وفي السنة وفي السنة كذلك الأول كانت مشافهة وبعد ذلك دونت في القرن الثاني من الهجرة ولما دونت تناقلها العلماء بعد ذلك فاصرت أمامنا الآن قطب السنة والسيرة النبوية بل قطب التراث كلها أيضا مسألة الإسناد ومسألة التلقي مهم حتى في المرجعيات العلمية عندنا مهم هذا الأمر وهذا الذي يفرق بين العلماء والأدعياء الأدعياء ليس لهم أشياخ وإن كان لهم أشياخ ليس لهم سند إلى جهة معتبرة أو إلى أشياخ إلى الجيل الأول أو السلف الصالح أو إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مقطوع الصلة بصاحب الشريعة الأول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسلف عندما علموا هذا التراث الذي هو هوية وثقافة هذه الأمة تعاملوا معه بكل عناية ورعاية فنشأت المدارس الحديثية ونشأت القطب التي تخدم هذا التراث فنشأت العلوم فنتكلم عن علوم اللغة ونتكلم عن علوم الأصول ومصطلح الحديث والرجال وعلى للرجال والجرح والتعديل وأنشأوا علوما لتخدم هذا التراث وأنشأوا أيضا مدارس عريقة لتخدم هذا التراث فنجد المذهب الحنفي له مدرسة عريقة في العراق وانتشر بعد ذلك في الأقطار المذهب المالك في المدينة له مدرسة ثم انتقل إلى الأندلس وإلى شمال إفريقيا ونزل أيضا إلى جنوب أفريقيا وانتشر وإلى الشرق في دول الخليج أيضا المذهب الشافعي خدم من خلال مدرسة من أولم الشافعي فالمزني فالموردي فالغزالي فأبنم الجويني الغزالي والنووي وهكذا والرمل وابن حجر طائفة كبيرة من العلماء تبني على هذا التراث العظيم تخدمه والخدمة تكون بالتوثيق بالتحقيق والتدقيق والشرح والتقرير وعمل الحواش حتى لتفهيم الناس فكان السلف الصالح خدم هذا الأندل بهذه الطريقة ماذا نفعل نحن الآن لنخدم هذا التراث أو نتعامل معه كيف نتعامل معه الأول بأمرين أن نأخذ مناهج هؤلاء العلماء السلف ولا نأخذ مسائلهم المرتبطة بواقعهم أو زمانهم وإنما نأخذ مناهجهم لننطلق منها ثم بعد ذلك نولد العلوم توليد العلوم يعني وقفت العلوم عند الفقه وأصول الفقه واللغة لا الآن أصبح منذ قرن من الزمان تتولد علوم فورد علماني نتكلم فيهما الآن ويساعدنا كثيرا على فهم الأحكام الشرائية وهو علم السنن الإلهية يعني قوانين الله في خلقه سواء سنن كونية في الخلق كله في الكون أو سنن تاريخية كيف كانت الأسباب والمسببات في التاريخ وكيف الانتصار والهزيمة وكيف الرقي والحضار وكيف النزول والهبوط والانحضار وهكذا أو سنن اجتماعية في المجتمعات كيف ترقى المجتمعات أو تسقط أو سنن نفسية داخل النفس الإنسانية الواحد وعرفنا أن هذه السنة أو القانين هي موجودة في كتاب الله وفي سنة سيدنا رسول الله فتولد علم جديد اسم السنة الإلهية العلم الثاني مقاصر الشريعة هو علم مبسوص كان في القياس في مكان بسيط يكتب عن مقاصر شافة قطب الأصول فخرج الآن مقاصر الشريعة للحفاظ على الدين وعلى النفس وعلى العقل وعلى القرمة الإنسانية للعرض أو النسل أو النسب وعن الملك اللي هو المال فنولد العلوم ونعمل الموسوعات عملنا الآن أن نعمل مداخل لتقريب العلوم التراث للناس ليفهموها مع بيان الرموز التي كانوا يستخدمونها وأيضا أن نقرب هذا التراث نشرحه ونيسره للناس لأن معظم الناس لا يفهمونه فنحن نفهم بلغتنا الآن نبسطه نقربه نعمل موسوعات ونستخدم التكنولوجيا في هذا لنقرب التراث ونجعله أمام الناس ونبيحه للمتخصصين فنستخدم التكنولوجيا في هذا الأمر وقد وجدت موسوعات كثيرة ولكن شرط أن يقوم عليها العلماء المتخصصون نعامل التراث ما بعد المصدرين بالاحترام لا بالتقديس ليس رفضا مطلقا ولا قبولا مطلقا وإنما ولا انتقاءا بالأهواء وإنما حسب المعايير كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمقاصر الشريعة انفعلنا ذلك انتفعنا بتراثنا الذي نزه به أمام العالمين ونفتخر به نسأل الله عز وجل أن يربط هذه أول هذه الأمة بآخرها وآخرها بأولها وأن يجعلنا متبعين لا مبتدعين وأن يجعلنا نسير على هداهم وعلى خطاهم في مناهجهم وأن يوفقنا لنعرف الأحكام الشرعية الصحيحة في مسائل هذا العصر والله الموفق والمعين يعني خلاصة المفهوم أن تراث الأمة زخيرتها وثروتها تعود إليه كلما تعثرت بها السبل وضاق بها الطريق والمحافظة على التراث واجب ديني واجب وطني وكان لسلفنا الصالح دائما المحافظة عليه على هذا التراث ويجب علينا أيضا الاستمرار في هذه المهمة وإلى مفهوم آخر في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته